بحضور قائد فوج التراغن للكشافة والمرشادات وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي في الفوج انطلقت في القسم الداخلي بنين في تراغن فعليات مخيم استكمال مطالب درجة الثانية لحلقتين المتقدم والفتيان طبعا اليوم افتتحنا مخيم التدريبي لاستكمال مطالب الدرجة الثانية في فوج كشاف مرشدات تراغن مشاركة فوج فونجل وفوج جوم لرانب طبعا عدد دارسين من حلقة الفتيان 32 كشاف فتا ومن حلقة متقدم 12 كشاف طبعا افتتحنا اليوم المخيم وكان فيه الحضور في حضور قائد الفوج وقادة جمعة مقادة كشاف مرشدات فوج تراغن وانتمنى التوفيق والكشافين كل منهم صيد موفق لجميع المخيم بمشاركة فوج ام الارانب وفوج فنجل للكشافة والمرشدات تحت قيادة واشراف عدد من القادة من الافواج الثلاثة حيث بلغ عدده الدارسين من الفتيان والمتقدم في المخيم 44 مشاركة جينا نشارك في المخيم لفوج تراغن لحصول على الدرجة الثانية لحلقة المبتدئ وان شاء الله يستفادوا الكشافين وان شاء الله نكونوا عند حصن ضنكم وان شاء الله يجتازوا هذه المرحلة وان شاء الله نكونوا ضيوف خفاف على المخيم وبارك الله فيهم فوج تراغن استقبلونا واستضافونا ونشكرهم حقيقة كل الشكر وكل التقدير ونشكر قيادة الفوج في يوم الارانب الهدف من المخيم استكمال المطالب التي تم إنجازها داخل الفرق الكشفية وتشمل عددا من المهارات والسمات التي يفترض بكل كشاف اجتياز اختباراتها داخل الحلقة التي ينتمي إليها حيث يعتبر هذا النوع من التعاون بين الافواج الكشفية نوعا من تبادل الخبرات والروقي بمستوى العمل الكشفي في الجنوب اشتركوا في القناة